المطالبة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من القوات الأمنية إلى قوات البشمرقة والأسايش في كاركوك تعود إلى المواجهة من جديد ولكن من نفس الجهة وهي المجموعة الكردية في مجلس المحافظة هذه المطالبة جاءت على خلفية مقتل مواطنة كردية قبل يومين خلال هجوم على مقر قوات مكافحة الإرهاب نطالب بتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة تضم مكافحة الأجهزة الأمنية وبضمها قوات البشمرقة والأسايش كون القوات الأمنية الموجودة في المحافظة غير قادرة على السيطرة على الأوضاع بمفردها وإنه مثل ما ساهمت هذه القوات المشتركة في قهر عصابات داعش الإرهابية الانتقادات الكردية طالت محافظة كاركوك أيضا بسبب ما أسمته المجموعة الكردية العجزة في الحد من الهجمات التي يتعرض لها الكاكائيون على يد مسلاح داعش لكن الأطراف العربية تتحدث عكس الكرد إذ تؤكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وهذه الأحداث هي مجرد حالات عرضية معلنة رضها عودة الأسايش والبيشمرقة في كاركوك كمكون عربي نرفض الدعوات التي تنادي بعودة قوات الأمن تابعة للأحزاب الكردية للمحافظة مرة أخرى للتجربة المريرة التي مررنا بها مع هذه القوات طيلت سنوات طويلة حيث كانت انتشار ظاهرة جثث مجهولة الهوية التركمان من جهتي مأكدوا أن الأوضاع في كاركوك وصلت إلى طريق مزدود لغياب لغة التفاهم بين الأطراف السياسية وعضاء مجلس المحافظة مطالبين بحل المجلس وإيجاد بدائلة لإدارة الوضع في كاركوك كانت دائما جهة واحدة تحكم في محافظة كاركوك وبقية الجهات مهمشة وهذا الأمر غير صحيح وما وصلنا إليه من نتائج خلال الأربعين سنة الماضية ولحد اليوم يثبت بأن إدارة كاركوك من طرف واحد غير صحيح ولا يؤدي إلى ما نحن نتمناه لأبناء محافظة كاركوك جهاز مكافحة الإرهاب رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن اتهامات المجموعة الكردية حيث كان قد أصدر قبل يومين بيانا نفى فيه مسؤوليته عن مقتل تلك المرأة معلنة أن الإرهابيين استادفوا سيارة الضحايا ومقر مكافحة الإرهاب سوران الدوودي الحرة كاركوك